نروح لمراسل قناة الاهلي في قطر كريم أحمد ونتعرف منه على آخر كواليس بعثة النادي الاهلي قبل انتقالها لملعب المباراة تفضل يا كريم مرحب بك يا كابتن آيمن شوي كل التحية لك ولكل مشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان دعواتك بقى إن شاء الله كابتن آيمن ودعواتك كل جمهورنا العظيم بإذن الله لنهاردة كل التحضيرات وكل الأمور الخاصة خلال الأيام الماضية إن شاء الله بإذن الله تكلل بالنجاح ونقدر بمشيئة الله إن شاء الله نرفع كأس السوبر ليكون السوبر الثامن ليدخل دولاب بطولات النادي الاهلي كل الترتيبات طبعا الفنية والاستاذات انتهت تماما إن شاء الله بإذن الله توفيقكم معنا النهاردة مع بيتسو مسماني مع جمهورنا كمان اللي عندنا سيقة كبيرة كالعادة طبعا فيه إن شاء الله اللي بالفعل هيمتأل إن شاء الله استاذ أحمد بالعليب جمهور النادي الاهلي يمكن اليوم الاعتيادي والخاص بفريق النادي الاهلي قبل كل مباراة طبعا والفطار طبعا صباحا والأمور الخاصة بالترتيبات للمحاضرات الفنية المحاضرة الفنية الأخيرة اللي كانت في فوندو اللقامة اللي أكد عليها بيتسو مسماني لأكثر من نقطة الحقيقة التركيز الكبير في هذه المباراة انت عارف طبعا كابتن آيمن شمال أفريقيا بتتميز بالخشون والاتحامات القوية جدا فيمكن حذر بشكل كبير الجهاز الفني بدبط النفس بشكل كبير جدا على مدار المباراة ودي أمور خاصة جدا مع طبعا كل الترتيبات والتحضيرات الفنية خلال الأيام الماضية من خلال التدريبات والترتيبات الخاصة طبعا بالتشكيل والتكتيك والجمل التكتيكية اللي تم تنفيذها في تدريبات الماضية بكل جدية وبكل إصرار وده اللي لمسناه بشكل كبير جدا من خلال التدريبات ومن خلال مشادتنا ومن خلال أيضا كمان كواليس اللي بتعرض على شاشة قناة النادي الأهلي مجلس الإدارة بشكل كبير جدا قدر يوفل كل الظروف وكل المناخ الخاص بفريق النادي الآلي بداية من الكابتن محمود الخطيب بعضاء مجلس الإدارة الكابتن سمير عدلي كابتن مير عبد العزيز أيضاً كمان حسن إداري كل الحقيقة اللي كانوا متوجدين في فندق الأقام قدروا مبدور كبير جداً مع فريق النادي الأهلي ينقصنا بقى إن شاء الله بإذن الله لعبتنا من أول ديها لآخر ديها تكون في تركيز كبير أنصاف الفرص مهمة جداً إن إحنا نأكد عليها الاتحامات لابد إن إحنا نكون مركزين فيها بشكل كبير جداً فإن شاء الله بإذن الله نقدر كابتن آيمن أن تعرف طبعاً اللقب القري بمعايز النادي الأهلي بشكل كبير جداً إحنا حصلين طبعاً على 23 و 22 لقب قري بعيداً عن ريال مدريد ريال مدريد 26 إن شاء الله بإذن الله في هذه البطولة وفي هذا التوقيت نقدر إن إحنا نحصل على لقب قري جديد وكالعادة طبعاً النادي الأهلي يعتلي زعامة أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بالجهد الكبير والإخلاص الكبير فيه لعبة النادي الأهلي بالتأكيد طبعاً كابتن آيمن نكون مستمرين معك بها في ملعب المبران أقول لك الأجواء وكتشكيل فريق النادي الأهلي الحضور الجماعيري إن شاء الله بإذن الله كل الأمور تكون طيبة جداً لفريق النادي الأهلي ويرب تكون فرحة كبيرة كعادة طبعاً لعبيننا وجمهورنا العظيم إن شاء الله بإذن الله في 90 دقيقة وعقب انتهى 90 دقيقة نكون مع طبعاً مشاهدين وجمهورنا العظيم إن شاء الله بإذن الله في فرحة تتكرر من جديد هنا في الدوحة أكيد كابتن آمن يكون مستمرين معك لكن في هذه اللحظة عاودوا للستوديو والكابتن آمن شاوي شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم أحمد